محمد بالبداية إذا بنا نحكي عن مستوى النتائج والندية لهذا الموسم بداية منقدر نقول إنها جيدة لهذا الموسم ويمكن حتى فيها مفاجآت بتوديع الأهلي لكأس الأردن كيف شفت الأداء بشكل عام في البداية؟ يعني إذا بنحكي نكون صريحين نفس المشكلة كل سنة البداية كتير ضعيفة الأندي ما عم تستعد بشكل مطلوب يعني بتلاقي كم النادي ببلشو تجميع الفريق قبل بيوم من منافسات الكأس الأردن ما في مباراية وديية فيش استعداد كافي عم بيستعدوا من خلال كأس الأردن فهي عم بيتأثر على المستوى البطولة يعني إذا بشوف أول يوم كان جدا نتائج كارثية يعني كانت لمصلحة فرقة على الحساب فرقية فوارق كتير كبيرة وهذا حكي أثر أكيد يعني كمان نفس الشي إذا بنحكي عن مواجهات نصف النهائي الرياضي الأهلي أسف والأرثوديكسي أول مرة بلعبوا بالموسم يعني عم نحكي عن قلة عدد المباريات ما في تدرج بارتف وارتفاع في المستوى وهذا حكي كمان ما في إعداد فهذا حكي كان جدا سلبي طيب تعاقدات الكبيرة اللي عملها الأهلي وحتى الأرثوديكسي هل برأيك أنها حسمة الصراع بينهم مبكرا ولا الرياضي لسه ممكن يكون فيه له كلمة هلا بما أنه صار في إلغاء القوائم وصار في معيار الكفاءة هو الكفاءة اللاعبين خلال آخر ثلاث مواسم هو اللعن بيأثر على تعاقدات الأندية فصار فيه انفتاح أكتر صار فيه رياحية أكتر للأندية ومرونة أكتر تعاقد مع اللاعبين فالأهلي وأرثوديكسي بتصوى هم أخذوا نصيب الأسد من التعاقدات وفقا للقدرات المادية طبعا ونناد الرياضي بيجي بعدهم بدرجة تانية لكن الرياضي فاجأ وفازل على الأهلي في المباراة النصف النهائي وقدموا أداء جدا جيد بالنظر طبعا للمستويات والحكينا عنها بشوي والأرثوديكسي عم بيشارك بطولة خارجية وبعض غياب طويل فأكيد عقدات لازم تكون قوية حتى تعكس تطور مستوانا كمنتخب وكأندي عم بتشارك بالمنافسات المحلية طيب برأيك هل كأس الأردن هاد رح يكون مستوى الأداء فيه ومستوى الأندي فيه رح يكون مؤشر للي رح نشوفه في الدورة ولا رح يتحسن بتصور ألمون رح تتحسن تدريجيا بما أنه الأندي عم تستعد من خلال كأس الأردن مباراة نهائي بكرة رح تكون كمان صعبة على الفريقين الأرثوديكسي حيكون واصل برا من سوريا وحيكون نيوسن بوقت متأخر اليوم وحييلعب مباراة بكرة فعام الإرهاق كثير مهم الرياضي فعليا بس لعب مبارتين يعني استعداد له منورة نهائية وعنده راح أربعة أيام في قلة عدد المباراة كمان مشكلة لا تلعب مباراة كبيرة كأس الأردن فبكرة ما بتصور حيكون المستوى كثير عالي لكن حيكون متقارب لكن بتمنى أنه الدوري حيكون أحسن وكل ما وصلنا للمراحل المتقدمة يكون ما حيكون أداء اللاعبين وتشرب التعليمات الفنية والمداربين صاريفهم على اللاعبين واللاعبين صاريفهم على المداربين فعني بتصور حيكون أمور أحسن بالدورة مستوى متقارب رح يكون في مباراة الغد بس الأفضلية لمن ممكن تروح؟ توقعاتك نعم مرثوديكسي خبرته أكيد أكثر لعبين دوليين نعم ميزم مере أخساسي خمس لعبين دوليين لاعب محترف قadım أداء جيد أمام الاتحاد السوري أيوم أمسي الهو براندن بيترسون ما بعاف يصابة المحترف تبع رياضي براندن سبيرمن حتكون مؤثرة يعني حيشارك بتصور موقنا لكن ملاعب المبارأ لماضي للإصابة فاخري نشوف كيف حيكون مستوى كيف حيكون كمان أداء مع اللاعبين كمان نعم ن Lyاضي عم نحكي عن لعب بها كمالك كنعان عم نحكي عن لعب يوسف أبوزني يعني الرياضي كمان عنده عناصر مدرب قضية زي فيصل نسور كمان ما ننسى مدرب أرثوديكسي واللبناني هاري سفايا كمان اللي عنده خبرات وتجارب سابقة فإن شاء الله نشوفهم بأداء مميز بكرة إن شاء الله طيب نحكي عن غياب الجماهير يمكن كان في غياب للجماهير هل برأيك إنه كرة السلة الأردنية عم تدفع فتورة الخلافات اللي عم بتصير بين الاتحاد والوحدات واللي على إثرها كمان إحنا عم نشوف غياب الجماهير يعني موضوع صراحة انسحاب الوحدات بيحتمل أمرين يعني نكون منصفين وحيادين أول شيء خسارة الجمهور خسارة كثير كبيرة لكرة السلة الأردنية بشكل عام شوفنا آخر مواسم كيف كان الجمهور كان عم بيكون فاكهة الدوري عم بيكون مثري مش بس بكرة السلة بنطاق الرياضة الأردنية كلها صار الناس تعرف أكتر يعني فعليا بالفترة الماضية ما كان حدا عم بيعرف أخبار عن كأس الأردن لكرة السلة لأنه فيش نهاد الوحدات يعني هاي حقيقة لازم تنحكها الأمر الثاني يعني أنا بتصور إنه الوحدات كان لازم إذا كان في خلافات غير نحط كرة السلة على جنة نحط خلافات أخرى كان فيه انتخابات حيكون في انتخابات شهر اثنين كان بتتمنى النادي الوحدات يستنى كان لا يكون في انتخابات ويكون في اتحاد بيفرز مثل ما أحكو النادي الوحدات بيفرز جميع إنه بيمثل جميع الأندية وهذا حكي كان ممكن يتلافى الوحدات ويشارك ويكون في حل لقدام مشاكله وبالنسبة لفئات عمرية يعني نحكي عن النادي الوحدات بكرة إذا قرر يفتح فئات عمرية هتلاقي الفئات كلها من جمعة وجاهزة لأنه نحكي عن فئة كبيرة في عمان الشرقية فيها كثير مواهب نعم عندي النادي الوحدات قادر يستقطب كل لعبين السابقين ويمثلوا النادي الوحدات بفئات عمرية على الصعيد المدربين والإداريين فما في مشكلة بتصور بتكوين فئة عمرية بنادي الوحدات بقدر أنه الخلافات اللي عم تكون موجودة تنحل ونلاقي نادي الوحدات لكن باتمنع يرجع الوحدات بسرعة لأنه ضروري يكون موجودة عن الوحدات بموضوع ميكروتسل إن شاء الله طيب دي أرجع للنادي الارتودوكسي ومشاركته الخارجيين بارح كانت مباراته الأولى وحقق الفوز فيها كيف مستوى الارتودوكسي كان خصوصاً مثل ما أنت حكيت إنه إحنا الأندية عنا عم تتجمع بوقت كتير متأخر ما بيكون في عندهم وقت حتى يحققوا الانسجام المطلوب خصوصاً يمكن إنه هلأ كمان اللاعبين إجداد على بعض نوعاً ما منقدر نقول وهذا بده وقت لحتى يتأقلموا مع بعض ويتعودوا على بعض موضوع التأقلم بتصور محلول لأنه نحكي عن خمس لعبين ممتخب الوطني فموضوع إنه اللاعبين أساسيين عم نحكي بنادي الأرثودوكسي عم بيكونوا متفاهمين مع بعض وبيعرفوا بعض وحفظوا بعض بشكل كتير منيح مباراة مبارح كمان ما نعكسة تصور حقق لنادي الأرثودوكسي الإرهاق أكيد أخذ منهم لأنه كان في تقريباً عم نحكي عن خمسة عشر ساعة سفر برنا إلى حلب لكن حقق المطلوب وحقق الفوز وهذا الشيء الكتير مهم وأتصور يوم الخميس أمام نادي بيروت كمان رح نقدم أداء جيد وحيكون في أداء تصاعد بخاصة العام البدني ودفع معنوية إيجابية وبداية الموسم كمان حيكون في زخم مباراة للأرثودوكسي وحيساعدوا أكيد على المشاركة الخارجية طيب تأخر المنافسات شو حجم تأثيرها على المستويات؟ أكيد طبعاً لأنه أغلق إذا نحكي عن مشاركة الأرثودوكسي مثلاً جميع أندي اللي عم تشارك بوتوط غرب آسة كل دورياتهم بلشوا من شهر أو من شهرين فإحنا نادر الأرثودوكسي هو الوحيد اللي ما علعب فعلياً عدد كافي مباراة ينافس فرق بمستوى عالي زي الأندي اللي عم نشوفها بوتوط غرب آسة فأتصور هذا الحكي شوي حيكون صعب لكن إن شاء الله يتلافى هذا الحكي الموديل الفني هاري سفاي ومساعده كمان زيت صاحوري الأرثودوكسي قادر أنه يمثل بشكل كتير منيح ويقدر أنه يقدم أداء جداً مميز خاصة أنا أميحكي عن أسماء جداً مميزة بالمنتخب فريد إبراهيم محمد شاهر كيد النجداوي أشرف الهندي يعني أسماء قادر أنه تقدموا الأداء الثابت والنتائج جيدة لأرثودوكسي إن شاء الله فترة التوقف اللي رح تيجي كمان يعني أعتقد أنه رح يكون فيه إلها تأثير يعني إحنا إذا بدنا نجمع عدد لما بنا ننتقل لمرحلة الدوري هلأ إذا بدنا نجمع عدد أو فترة إقامة الدوري رح تطلع فترة قصيرة إجمالاً مع التوقف بسبب النافذة الأخيرة للمنتخب كمان هذا إيش بدو يكون فيه إلها تأثيرات يعني كمان إذا نحكي أول شيء عدد مباراة قليل جداً للاعب دولي بلاعبي مثل المنتخب الموطني مقارنة بأندي منتخبات بمستوى زي مستوانة أو أعلى شوية من المستوانة عدد مباراة لعبي عم بأخذها بالموسم قليل جداً وهذا الحكي أكيد مرح يكون مفيد لأنه على المدى البعيد وكمان ما عم بيكون فيه فرصة اللاعبين الصغار يشاركوا لما يكون في عندك أنت أربع أو خمس شهور دوري وموسم حيكون فيه فرصة اللاعبين الصغار يشاركوا كان يعني فيه عتب على الأندية إنه إحنا كان شعارنا هذا الموسم إنه نعطي الفرصة اللاعبين الشباب واللاعبين الصغار يلعبوا لكن لاحظنا أن الأندية رجعت نفس مشاكل الماضي عم تتعاقد مع اللاعبين اللاعبين الصغار ما عم بيشاركوا بالموارات وهذا حكي أنا بتصور حيصير هذا الموسم وهذا سيكون سلبي خاصة أننا نتحدث عن مدر بعيد خمسة أو ست سنين لقدام ما رح لأي لاعبين قادرين أن يسدوا فراغ اللاعبين اللي ما رح يكون موجودين أو رح يعتزدوا في المستقبل القريب نتمنى تنحل هاي المشاكل وبإنتظار الانتخابات اللي بدها تصير وعلى أمل إنه نشوف ونرجع لكرة السلة اللي كنا عم نشوفها يعني ما ننقل كمان الجهد اللي عملوا الاتحاد الحالي لكن لازم يكون في تغيير للدماء كنت جديدة ديما لمصلحة كورو تصلي والاستمراريات كورو تصلي لقدام صحيح أحمد ملنصدي أشكر حضورك معنا اليوم أهلا وسهلا بكم بكرام شكرا